اشتركوا في القناة الله سينال اعجابكم غاب الدولي الجزائري امين غويري عن لقاء جديد لفريق هيران والذي اقيم صهرة اليوم الاحد وجمعه بنادي مارسيليا مدر بران قال ان غياب غويري لاستمرار اصابته من دون اي اشارة واضحة لتاريخ عودته ولو ان بعض التقارير الفرنسية قالت ان غويري يمكن ان يعود للتدريبات بداية من الاسبوع المقبل استمرار غياب غويري هو دليل واضح ونهائي على انه مصاب حقا لذلك فان كل من روج لاشاعة عدم رغبته في خوض الكان على قلتهم جانب الصواب غويري سيحاول تركيز والعمل الان على العودة على ان يكون موعده مع العودة للمتخب الوطني في تربص مارس ولقاءات جنوب افريقيا في اللقاء المقبل ام لا لدرجة انه قال بوضوح ان الامر السر طبي لا يستطيع البوح به الكثير من الانباء الرائجة في محيط المنتخب تقول ان بناصر بخير وانه سيكون حاضر قريبا جدا لكن الاخبار التي لدي تقول ان وضعية بناصر صعبة جدا ومن الصعب جدا رؤيته في لقاء موريطانيا كما انه سيكون من الصعب جدا ان نشاهده في لقاءات الثمانياء في حال التأهل اتمنى حقا ان اكون مخطئ لان بناصر لاعب مهم رغم الخسارة والاقتراب من الاقصاء الا ان مدرب موريطانيا ظهر في المنطقة المختلطة بعد نهاية لقاء انجولا امس بمعنويات عالية مدرب موريطانيا وفي اجابته على سؤال احد الصحفيين الجزائريين تكلم عن لقاء الجزائر حيث اثنى على الخضر وفرقهم الذي وصفه بالقوي لكنه في مقابل ذلك قال انه هنا للفوز وليس لمنح هدية للجزائر مدرب موريطانيا وقبل ان يهم بمغادرة المنطقة المختلطة سئل عن تحضيراته ليرد بطريقة مستفزة ويقول اطلب من بالماضي ان يحضر نفسه في تحدي واضح للناخب الوطني ولكل المنتخب الوطني تصريحات لا مبررة لها الا في حال رغب امير عبدو في استفزاز بالماضي وايضا اللاعبين سيبهر الناخب الوطني جمال بالماضي امام الاعلام الافريقي يوم غاد الاثنين للحديث عن لقاء موريطانيا الاخير ضمن دور المجموعات بالماضي الذي كان مصحوبا بمحرس في الندوة الاولى وبالناصر في الثانية قرر ان يستحب معه هذه المرة لاعب روما المتألق حسام عوار والذي بدوره سيكون محط الانظار حضور حسام عوار للندوة الصعوفية مع الناخب الوطني قد يكون له دلالات على امكانية مشاركته اساسيا في اللقاء المقبل صحيح ان الامر غير ملزم لكن عادة من ينشط الندوة الصعوفية ويجيب على اسئلة صحفيين يكون له دور في اللقاء التالي ليس فقط في الكان لكن حتى عالميا ولو ان الامر غير ملزم كما قلت من يتابعني جيدا يعرف انحيازي الواضح لحسام عوار بحسب وجهة نظري عوار يمكن ان يكون مفيدا اكثر من بعض اللاعبين الذين شاركوا كاساسي لغاية الان في اللقاء الماضي تمنيت مشاركته مكان في قولي لكن بالماضي كان له رأي اخر على امل ان يكون اساسيا في اللقاء المقبل لانني حقا ارى ان عوار يمكن ان يكون اهم لعبي المنتخب الوطني قدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فاف احتجاجا رسميا عن طريق رئيسها وليد صادي ضد الحكام الذين عذاروا لقاء الجزائر وبركينفاسو الاخير الاحتجاج كان سببه الاخضاء التي وصفتها الفاف بالجسيمة والتي يمكن ان تكون قد اثرت على النتيجة النهائية للقاء الفاف احتجت خاصة على عدم عودة الحاكم الرئيسي للعب الحالات التي يمكن ان تكون ركلات جزاء لصالح الجزائر لكن ورغم انها حالات جدلية الحكم لم يكلف نفسه العودة اليها حتى ولو كان سيحكم ضد الجزائر وقرر بمعاونة حكم الفيديو مواصلة اللعب بدون وجه حق بيان الفاف وتصريح الرئيس صادي لم يشر للقطات بعينها التي تم تقدم الاحتياج بسببها لكن البعض بدأ يتكلم عن حالات ركلات الجزاء وبدأت بعض الصور تظهر لكن وبحسب مصادر مقربة جدا من الفاف الحالات التي تم تقدم احتجاج عليها خمس حالات كاملة ثلاثون منها شكوك حول ركلات جزاء لصالح الجزائر في لقطات بنجاح والناس وايضا عمورها لكن الحالتين الاخرتين غريبتين ولم ينتبه لهما الكثير الاولى هي اشتباه في وجود تسلل في هدف بوركينافاصو الاول حيث ان حكم الفيديو لم يضع الخط بدقة تامة ورأت الفاف ان الحكام لم يحسن التقدير لكي لا اقول شيئا اخر الحالة الثانية هي الاشتباه في وجود تسلل قبل ركلة الجزاء التي حصل عليها بوركينافاصو الفاف ترى ان اللاعب عيسى كابوري وقبل ان يستلم الكرة ويحصل على ركلة الجزاء كان متسلل لكن الحكم لم يعد لها كما ان حكام الفيديو لم يضعوها للحكم بل وضعوا له فقط لقطة ركلة الجزاء والتي كانت واضحة كما يعلم الجميع وغطت على لقطة التسلل وبدأ الحديث بقوة يوم امس واليوم عن التحكيم في وسائل التواصل الاجتماعي وبدأت الاتهامات الموجهة للكاف واللب الذي يقوده تزداد قوة لكن يجب ان نضع الامور في موضعها ولا ننساق وراء وهم جديد رئيس الفاف من خلال احتجاجه المقدم قام بحقه القانوني لكن يجب ان يعلم الكل ان كل الحالات جدلية حتى حالتي تسلل يعني ان التحقق ربما ينصف الحكام ثانيا وهو الاهم حتى لو ظهر ان حكام الفيديو اخطأوا التقدير فان اقصى امان انصار الخضر ستكون معاقبة الحكم ولا وجود لاي احتمال لاعادة اللقاء او منح النقاط للجزائر او شيء من هذا القبيل لذلك وجب نسيان الامر سريعا وبدء التركيز على لقاء موريطانيا المقبل ادل لعب الخضر الرياض محرز بتصريحين منفصلين للقناة الرسمية للاتحاد الافريقي وايضا لقناة فرنسية اجتمع فيه مع رياض على رفض النقد الموجه له خاصة والموجه للعبين عامة تصريحات الرياض كان فيها دفاع قوي عن نفسه حيث وصف المنتقدين بانهم وراء هواتفهم لا يعرفون ما يعانيه اللاعبون رد محرز صنع الجدل وبامتياز بين مؤيد يرى ان تصريحات محرز واقعية ورافض يرى ان محرز مطالب بالعمل وفقت وعدم الرد وليس مطالبا بالرد على النقد الموجه له تصريحات محرز كانت قوية جدا هاجم فيها منتقده بصورة غريبة وغير متوقعة من لاعب هادئ مثله رياض وانقصد فئة كبيرة من المنتقدين من انصار الخضر الا انه حاول الخروج باقل الاضرار حين كشف ان الشعب الجزائري وراءهم وكأنه يقول ان المنتقدين ليسوا من هذه الفئة اللغط بشأن محرز موجود ومنذ بداية الكان لكنه زاد بقوة بعد تصريحات رياض وعوض ان يهدئ الاوضاع قرر ان يشعلها اكثر واكثر حيث وضع هذه التغريدة وكأنه يقول لن استمع للنقد وهو ما زاد من غضب منتقده بقوة والذين واصلوا الهجوم عليها الى ذلك ولكي تكتمل فصول المشهد دخلت شقيقة محرز على الخط وشنت هجوما عنيفا جدا على منتقديهم شقيقة محرز كشفت في حسابها على سناب شات ان رسائل كثيرة جدا تصل شقيقها فيها الكثير من الكراهية كما قالت ان من يهاجمنا محرز منافقون وان محرز سيبقى غصبا عن الجميع واحد من اساطير الكرة الجزائرية خاض لاعب المنتخب الوطني اليوم الأحد خصة تدريبية كانت استرخائية بالدرجة الأولى ولم يكن فيها عمل فني وبدني كبير الناخب الوطني منح راحة أكبر لللاعبين الذين شاركوا كأساسيين في لقاء أمس ضد بورك نفاصو لكن حتى اللاعبين الذين لم يشاركوا لم يقوموا بعمل كبير وقاموا بحصة خفيفة مبدئيا العمل الفني والتقني للقاء موريطانيا لم يبدأ بعد لكن لا أخفي السرا حين أقول أن الناخب الوطني بدأ منذ حصة اليوم في العمل على تجهيز بديل للاعبه رامي بن سبعيني والذي عقبه في البطاقة الصفراء كما يعلم الجميع ولن يكون حاضرا في لقاء موريطانيا المقبل بعد يومين الحديث عن تحضير بديل لبن سبعيني يعني الحديث عن لاعب من الثلاثة محمد الأمين توقاي زين الدين بالعيد وأحمد توبة بعض الأصدقاء المتواجدين في الكودفوار يقولون أن بالماضي قرر الإختيار بين لاعبين وهم بالعيد وتوقاي وأن حضوط توبة تبدو جد منعدمة لا أعلم لكن لدي إخساس قوي أن بالماضي سيعتمد على توبة بالماضي من نوعية اللاعبين الذين يحترموا أو المدربين الذين يحترمون التسلسل الهرمي لللاعبين وبما أن توبة هو بديل بن سبعيني الأول وتوقاي هو بديل ماندي وبالعيد لاعب خامس فإن توبة هو من سيشارك على العموم كل شيء سيتضح في حصة غد والتي ستكون الأخيرة قبل لقاء موريطانيا الختام بهذا الخبر حيث كشفت مصادر مقربة جدا من الفاف أن وليد صادي بدأ يلعب على وطر الامتيازات المالية مصادر مقربة من الفاف قالت أن صادي وعد اللاعبين بمنحة مجزية جدا في حال التأهل لكن المنحة ستكون مضاعفة في حال تحقيق المركز الأول لأن ذلك سيكون في صالح الخضر الفاف كانت قد تفاوضت على المنح وكل شيء قبل بداية الكان لكن صادي رأى أن اللاعب على وطر الاموال يمكن أن يكون حافز أكبر من أجل دفع اللاعبين لتقديم مستويات مضاعفة ولو أنهم كانوا سيقدمون مستويات كبيرة وسيقاتلون حتى آخر رمق حتى من دون تقديم تحفيزات مالية لكن زيادة الخير خيرين بل ماضي وصادي يرغبون وبشدة في احتلال المركز الأول لأنهم يريدون البقاء في بواكي وفي مركز تحضيراتهم الحالي وفي مقر إقامتهم الحالي أيضا ولذلك لن يكون أحسن من تحفيز اللاعبين سواء ماليا كما أشرت أو بخطابات لرفع معنويات وهو ما قام بهم الماضي كثيرا منذ أول تعادل للمنتخب ضد عنقولا للإشارة مصيرنا ليس بأيدينا حتى لو فزنا لن نضمن التأهل في المركز الأول إلا في حال تعادلت بوركينافاسو وأنقولا وحتى في حال تعادل الفريقين يجب علينا الفوز بهدفين لسفر أو أكثر أما غير ذلك كفوز أنقولا أو فوز بوركينافاسو فإن ذلك سيعني تأهلنا في المركز الثاني بكل تأكيد هذا إذا سلمنا طبعا بالفوز على حساب موريطانيا إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي خدا إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة